صعبة بيقول لك شغلي خاصة فيه نوعد نغنج بعض هلأ طول الليل وين ما واحد قعد معك بيحس حاله بالبيت إن كان بالمطعم وإن كان بالمكتب وإن كان باللوبي وإن كان بالأوتال وهون طاقتك حلوة مصطفى يعني كان صوتي كنت بدي أتهرب من إني غني خلاص بتعرف شو بدي والناس بيعرفوا في كم سؤال هلأ هلأ حبيت أنت أنت زياد برجي هلأ حتشوف وعطوناك كم سؤال إذا في لزياد ولا هبة في أسئلة يلا هاتوا لأتشوف يلا حلقة بتجنن وما في زي عن جهت شكرا أبو كرم صدر الملعب حابين نعرف زيدك الفني بشهر رمضان القادم بالدراما إليك ما عندي شيء بشهر رمضان بالدراما صراحة ما عندي شيء لا السنة صورنا الفيلم عندي فيلم إن شاء الله من إنتاج فالكون فيلمز والإخراج لسعيد المروق وكتابي لفؤاد يمين رح ينزل على كريسماس صورناه من سنة بس ما قدرنا من ورا ظروف إننا نصدروه وإن شاء الله السنة رح يكون وقت إنه ينزل رح يكون بكريسماس بس برمضان ما عندي شيء لا طيب أعطونا سؤال جديد لنشوف أحلى حلقة بالسنة الجديدة بسؤالي لا هبة مين الفنان العالمي اللي نفسك تمثلي معه هند آه غير يا فين هلأ أنا بحب يعني في كتير بصراحة بس أنا بحب لي أندرو ديكابريو والله من نفس الطول تبعك بحب ليوناردو آه حبه طيب الله خلي لك أعطونا سوء لاش غرت منه لاش قد حلوين يلا كل يش حابين نسمع أغنية عراقية بسوت زياد أغنية عراقية بغني عراقي بس هلأ بعتذر طيب العراقي بدو صوت بدو صوت بدو صوت بدو جاهز والله صوت صلوا يومين منام عطونا سؤال جديد بتشكر كتير يا بو كرم على الحلقة العالمية يحضر هيبا وزياد سؤالي لهيبا شو نصيحتك للبنات اللي حابين يمثلوا ميمي صعبة ما في نصيحة أول شي بدا تكون هي مآمنة بهي المهنة اللي هي بدأت فوتها هي حابة تمثيل بدأت تحبها بدأت تشتغل على حالة كتير أكيد يعني التمثيل هو بحاجة أول شي سئة بالنفس آه متابعة تطور موهبة أكيد الموهبة الموهبة بالأساس مو موهوبة بكون موديل ولا هذا تاني يوم دي رح مسل ولا أكيد الموهبة والموهبة أدمع كانت ما أنا لأقلك لأن الموهبة أدمع كانت نسبتها الموهبة دايما قابلة للتطور يعني هو بمجرد ما الشخص بيحب أنه هو هذا المجال أو بيحب يفوت فيه إذا هو عنده القابل ممكن لسه موهبته تكبر وتتطور أكتر وأكتر طبعا ربي عينك علي بعد الفاصل لأن بعد الفاصل رح نكون مع النجمة السورية هبنور وضع عطا